وصلوا تحركات الجمعيات والمنتديات التي تكرس دور المرأة في مجال المقاولاتية لاستقطاب أكبر عدد من المستثمرات رغم بساطة مشارعهن التي كانت سببا في ترقية الاقتصاد الوطني لعدة بلدات سولف دعماش وتفاصيل كثر الحديث مؤخرا عن المقاولاتية النسوية من خلال لقاءات تحاول في كل مرة إبراز دور المرأة في التنمية الاقتصادية إلا أن هناك من أعاب اقتصارها على مجال الخدمات والصناعة التقليدية وهو ما اعتبرته حاملة المشاريع نظرة سلبية لابد من تغييرها فتكرة يقعدها في الدارة ما تبلجيها تخرج للزنقة يعني الصناعات على الدار كساسوا بغضغي ولا لقاطو ولا طياب المرأة لي في الدار تحسرها ألز سخطو المرأة متزوجة وعندها دراري لقاء المستثمرين على النساء الرغبات في بلوج عالم المال والعمال وهو بمثابة شوحنا لخودي غمغاري لسيثمارا فهي تسهم ولو بشكل بسيط في التنمية الاقتصادية ولعل أحسن مثال عن ذلك التجربة التركية التي ارتقى اقتصادها بوراشات منزلية بسيطة